في محافظة دمياط مجموعة من الفتيان جاءوا سويا من محافظة الشرقية للتنزه في مدينة رأس البر ونزلوا إلى المياه في شاطئ 101 إلا أنهم للأسف الشديد تعرضوا للغرق وحين رأهم الشاب محمد يونس محمد النادي أحد أبناء محافظة دمياط لم يتوانى في التضحية بحياته من أجل إنقاذ هؤلاء الشباب صغار السن من الغرق حيث كان يعمل هناك بأحد المحلات في مصيف في رأس البر وهذه صورة الشاب الضحية الشه وفق الشاب باب المياه تجرف هؤلاء الفتيان بعيدا عن الشاطئ فسارع إلى إنقاذهم ونجح بالفعل في إخراج إثنين منهم إلى البر وهرع لإنقاذ الثالث ويدعى زياد أحمد عبد العالقاد ويبلغ من العمر 14 عام ولكن أنهكه التعب فلقي مصرعه غرقا بجواره في هذه المنطقة بعد وفاته تحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء لمحمد يونس وامتلأت دعوات له بالرحمة والمغفرة والدرجات العلاء في الجنة وسط دعوات بجعله قدوة لغيره في البذل والعطاء والشجاعة والإقدام قال المغردون صفحة أخبار دمياط لحول ولا قوة أقلب الله فقيد الشباب وشهيد الشهامة والرجولة محمد يونس النادي ابن الزعاطرة ومدينة الزرقة بدمياط الذي تم استخراج جثته من البحر برس البر حيث غرق أثناء إنقاذه لطفل من الغرق وذهب لإنقاذ الثاني ولكنهم غرق في الشاطئ اللهم اخفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان تغريدة أخرى من وسيم مع الرامة مش عارف بصراحة ده وقت البست ده ولا لا بس لازم محمد يونس يكون خدوة لولادنا وياخدوا درس ويتعلموا ويشوفوا حسن الخاتمة عاش محترم بين الناس ومد بطل نحسبه عند الله الشهيد ونبعد عن العادات السيئة زي سب الدين والبلطقة والحاجات الوحشة افتكر جنس محمد وحب الناس ودعواتها تلاقي نفسك بتبتعد عن الوحش الله يرحمك يا محمد تغريدة أخيرة في هذا الصدد البطولة قرار مبني عليه كل شيء مش بس الموت بيطلب شفعتك ألاف الناس دلوقتي متعترة سيرتك بالكلام الطيب يا محمد خفيفة روحك وثقيلة قدعنتك الشهامة أو الشهادة واجبة ونسأل الله أن يرزقك إياها وطيب قبرك ويغفر لك إلى آخر ذلك الكلام الجميل وفي بلدة شاب محمد يونس وهي قرية الزعاترة كما قال أحد المغردين إحدى قرى مركز الزرقى بمحافظة دمياط لم يستوعب الأهل الصدمة منذ خبر الإعلان عن الوفاة ولم يطيقوا الانتظار لموعد الجنازة بل قطعوا بسياراتهم من قريتهم الوقعة أقصى جنوب محافظة دمياط وهي قرية متاخيمة لحدود محافظة أدقالية إلى شمالها حيث ساحل مدينة راس البر للبحث عن الشاب الغريق ولم يترك الأهالي ساحل راس البر حتى عادوا بقثمان محمد يونس يشيعونه إلى مثواه الأخير طبعا لم يصل القثمان بسهولة إلى مسجد الدكتور ماهر عرام وهو مسجد الجمعية الشرعية حيث صلاة الجنازة من شدة الزحام لكنه كان يتخطأ الرقاب مهرولا كأن لم يعطله شيء نساء القرية بفتياتها وفتيانها خرجنا معا في تلك الجنازة المهيبة وقع الصدمة لم يكن سهلا على الإطلاق على أهالي قرية الزعاترة حيث كان المشهد بين زغاريد وهتافات تحتفي بالشاب الذي وصفوه بالشهيد كونه مات غريقا وبين النحيب والإغماءات والصراخ حزنا على فراقه في لحظات لم تنساها أبدا أذهان أهالي القرية